مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجليدة من حلقات بردمجكم الأسبوعي من الحياء وهذه الحلقة تكون تتمة بإذن الله عز وجل للحلقة الماضية في الردي على أسئلة السادة المشاهدين التي وردت إلينا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم سماحة الوالد فضيلة شيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي فحيا الله شيخنا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم شيخنا كريم والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطاف الميزاني حسناتكم آمين آمين الله يباركي شيخنا كريم ورضي إلينا مجموعة من الأسئلة من السادة المشاهدين ومن ضمن هذه الأسئلة هذه سئلة تسأل وتقول هل يجوز لي أن أتحدث مع خطيبي عبر كليفون أم لا بعد حمد الله والصلاة والسلام على البشير النذير رؤوف الرحيم نبي التوبة نبي الرحمة والملحمة محمد حامل لواء الحمد وصاحب الشفاعة العظمى لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد الخطبة وعد بالزواج فإذا تمكن الخاطب من رؤية مخطوبة والعكس فلا لقاء إلا عند العقد إن شاء الله فهو رجل أجنبي ويمرأة أجنبية ولا ينبغي أن تهاتفه أو يهاتفها قلت وإذا كان هناك مناسبة مثلا كفرح أخيها وأراد قبل الفرح أن يبارك لها على فرح أخيها فيطلب أباها ويقول له من فضلك اعطيني فلانة فيعطيها الهاتف بوجوده فيقول لها بارك الله لأخيك وبارك عليه وجمع بينهما في خير وإذا ماتت أمها أو أبوها فهو سيأتي ولكن إذا أراد أن يعزيها فيطلب أخاها ويعزيه ثم قل اعطيني فلانة إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بالقدار فلتصبر ولتحتسب ويكون على هذا الترتيب أما ما نعيش فيه في هذه الأيام من أن يأتي الخاطب ويقول لوالد مخطوبته يا عمه أنا بدي فلانة نذهب إلى فرح بنت أختي أو نتفسح أو ما شاكل تفضل يا ابني ما تتأخروش خطوة زي فيخلو بأجنبية وأجنبية تخلو بأجنبية ما ثمرة ذلك ما اجتمع يعني رجل ومرأة إلا وكان الشيطان وثالث هما فهذا يدل على جهل من الوالدين وعلى ضعف إيمان وعلى وعلى عدم التزام بالإسلام خطوة فنرجو من الله التواب أن يتوب علي وأن يتوب على من يفعل هذه الجرائم إيش تقول جرائم إيه بالله إيه والله جرائم فطوة زي وأنت ما وقيت ابنتك من النار ولا اتقيت الله تعالى فيها وما علمت أنها أمانة والله جل وعلا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والله أعلم نعم لكن لعل أحد المشاهدين الآن يستوضح سائلا ويقول يعني هو هل مسألة في الزواج الآن مسألة القبول والجمال هناك أمور أود أن أتعرف عليها من خطيبتي أود أن أستوضح عنها في أمور ستظهر لي من خلال المناقشات ربما أعرض عنها أصلا فلأت زواجها الخطبة كما تفضلت وعد بالزواج أو العكس من قبل المخطوبة يا سيدي بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فأنت تعرف أي بيت تدق بابه أي بيت هتدق باب رجال بتاع حشيش وبنجو وشمبانيا وويسكي وبيرة وكوكين وهيروين ولا هتدق باب رجل بتاع كبريهات خطبة زي وضنس ورأس ولا هتدق باب رجل من أهل الصلاوات الخمس في جماعة وحاجق بيت ربنا ومن أهل حضور مجالس العلم الشرعي وقد عرف واشتهر في الحي باستقامته وطيبه بل الإنسان على نفسه بصيرة فالعلم قدساس فأنت إذا دققت باب من بيوت الصالحين أنت ستجلس مع البنت وستكلمها وتكلمك في وجود المحرم وتسمع منها وتسمع منك فمثلا ما المانع أن تقول للبنت هل أنت تحافظين على السنن الراتبة القبلية وبمدعابة أمامها بيها هو سنة الظهر عندكك خطة القبلي طب سنة الظهر البعدية طب سنة المغرب طب سنة الفجر أو صلاة الويتر متى تصلى خطة مش واحد يعدلي معاه يقول له ما هي عقلة المعتزلة ما عقلة الأشاعرة ما عقلة الخوارج ما عقلة الشيع الرافضة الجعفري إيه إحنا إحنا بندرس مادة فرق في قسم العقيدة خطة هلأ كلام دي فرض عضلات نعم خطة لكن قضية نتكلم في الوضوء في غسل الجنابة في الصلاة الفريضة في السنة الراتبة القبلية والبعدية ما ترتديت النقاب ما ترتديت الخمار خطة أنت زي تحب تسمي ابنك إيه يعني أنا مثلا ما أقول تحب تسمي ابنك إيه قالت عبد الله عبد الرحمن أبو بكر عمر عثمان علي خبيب صالح زكريا يحيى ده يستمت منه حاجة أو لا يستمت يستمت علاقتها بالرسل علاقتها بالأنبياء علاقتها بالصحابة علاقتها بالتابعين طيب البنت عاودة تسميها إيه هاياب غرام يبقى علاقتها بالأفلام والمصرحيات والمسلسلات خطة لك آيوة ما أريد لي خديجة عائشة ميمونة حفصة زينب صفية هند نصيبة أسماء سمية خطة لك كيف علاقتها بالصحابيات استشفوا شيء طيب بارك الله في عمرك هل قرأت شيئا خطة من كتب السيرة قرأت شيئا من كتب السيرة خطة آخر قرأت إيه والعظيم أوي خطة لك مثلا طيب عندك في البيت كتاب رياض الصالحين مثلا أبوش أقول لها عندك في البيت البخاري هي من العلماء سمعت عندهم في البيت البخاري ومسلم والترمذة أبو داودة ابن ماجه والنسائي يمكن أقول هل سمعتش عن خطة هذا لكن كتاب رياض الصالحين مثلا كتاب في السيرة أيوة سمعت عن كتاب اسمه منهاج المسلم للشيخ أبوكر من جابر الجزائي رح أطوع عليه مجلد واحد بين طياطي عقيدة وفقه وأداب ومعاملات إن شاء الله خطة كتاب مجلد واحد جمع فمن الأخذ والعطاء أولا أنت دخلت تبدأي فين في أي مدرسة المدرسة كانت مختلطة ولا كانتش مختلطة ده الإعدالي كانت مختلطة طب إيه رأيك في الموضوع دي موضوع الاختلط دي خطة يرضيك أم لا يرضيك لا أم لا يرضيني إيه اللي مرضيك فيه خطة ليه خطة طب هل يوجد نساء يؤخرنا الصلاة لانشغالهن بالغسلة لانشغالهن بالطهي لانشغالهن بالكنس والغسيل لانشغالهن بالستير خطة زي تقول آفي طب رأيك كيف الموضوع دي خطة مثلا يبقى كلام عام كده نعم خطة طيب مثلا مثلا البدو والحسين والسيدة والكلام دي هل يملكونا نفعا هم يملكونا ضررا طب الضر النفع من الذي يمتلكه خطة زي يعني كلمات سهلة يسيرة احنا لما نطلب المدد نطلبه من مين نعم طب ما نحب نحلف نقوله النبي وذمتك شرف أبوك ورحمة أمك وغلوتك عندي وسنبركت الخطمة والماء الطر وعشر دلو حيات عياله حيات شنبي تربط أمي ولا نقوله والله نقوله والله خطة ايوها امور سهلة وبسيطة ويسيرة ربنا فيه ربنا في السماء الرحمن والعرش استوى امور سهلة وبسيطة ويسيرة ولا أقصد بها الامتحان وإنما أقصد بها التذاكر والتبارس نعم طب شيخنا يعني البعض يقول لو أن الأمر مثلا الخطبة لمدة سنة وهذا هو الغالب عند الناس لمدة سنة يعني أكيد في خلال هذه المدة سأزور البنت يعني بوطعا أهلها ومحارمها ثم أن هناك أمور أود أن أتعرف عليها سواء في الأمور الاجتماعية في التعاملات في الأسلوب في اللياقة في مساءة أنه قد يكون كريم أو بخيل إلى غير ذلك من هذه الأمور لن أستطيع أن أتعرف عليها في جلسة أو جلستين يعني أمورها تظهر مع المحاكاكة هل يجوز في خلال هذه المدة أن أنا أزورهم ولو على فترات متباعدة بوجود المحرم والله بعد الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى بأسا في ذلك على أن تدخل بكامل ثيابها لو أنها منتقبة نعم وفي وجود محرمها ويتكلم معها ما في مان وهي تتكلم وإياه خلالت لك كيف على أن على ألا يكون مزوارا خلالتها زي يعني صغة بلغة على وزن مفعال أي كثير الزيارة يعني في عيد الفطر أهلا وسهلا في عيد الأطحى أهلا وسهلا في رمضان أهلا وسهلا في مناسبة عندهم فرح أو طرح خلالتها أهلا وسهلا ويتكون بالضوابة الشرعية على النحو الذي بينا أحسن الله إليكم مسألة أيضا الجمع جمع الصلاوات في الشتاء ونحن الآن في نكون عنا في فصل الشتاء والأمطار تكون كثيرة ما هو الضابط فيها سلمك الله بعد حمد الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمم إذا كانت السماء منهلة السماء إيه؟ منهلة والأرض منبلة لك أن تجمع بين العص والظهر جمع تقديم بدون قص الظهر أربعا والعص أربعا ولك أن تجمع بين العشاء والمغرب جمع تقديم المغرب ثلاثة والعشاء أربع فالمغرب صفرا وحضرا لا يتغير نعم أي نعم أيوة وبرك الله فيك لكن تسقط عني الجماعة؟ ما أنت تصلي جماعة؟ لا أنا أفهم اللياتي بالشك ده أقصر وأجمع في البيت ولا توصد في المسجد لا لا في المسجد يحتاج إمام المسجد هو اللي يكون يضبط الأمر سلمك الله في المسجد نعم في البيت لا تجمع أصل العلة من الجمع إيه؟ رقم واحد الاقتداء بإمام المصليين اللي هو خاتم المرسلين نعم عليه الصلاة والصلاة صلت عليه؟ صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والصلاة رقم اتنين دفع المشق لأن القاعدة الشرعية بتقول المشقات تجلب إيه؟ تيسير تيسير وقبل ذلك ربنا يقول في القرآن يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم إيه؟ العسر رقم ربنا قال وما جعل عليكم في الدنيا من حرج من حرج فمن خلال الآيات الكريمة ومن خلال القاعدة يبقى دفع المشق أما لا لا ينبغي أن تجمع في البيت إلا عفاك الله إذا كنت مريضا ويشق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فيجوز للمريض أن يجمع جمعا بدون قصر ما لم يكن مسافرة فلا وافترضنا أن أنت مثلا من القاهرة وتعالج في الأسكندرية يبقى ستجمع وتقصر نعم لأنك مسافر ومريض طيب لو أنت مثلا من المنصورة وأنت مقيم في بلدك ويشق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها ستجمع دون أن تقصر ستجمع دون أن أقصر إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة جاز للإمام أن يجمع بأهل المسجد العصر مع الظهر جمعا بدون قصر العصر مع المغرب جمعا بدون قصر والعلة دفع المشقة ألا هو الذهاب والإياب في الوحلة نعم وفي البرد وفي المطر الذي يبلل الثياب نعم أين هل كل صلاة لها أذن في مسألة الجمع نؤذن للظهر ونقيم مرتين إقامة للظهر وإقامة للعصر وأما في صلاة العصر المجل المؤذن يؤذن بدأنا نقول حي على الصلاة ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم طبعا الناس كانوا يجهلون هذه المسألة إلا القليل منهم نعم فلما أغلقت المساجد تعلموا هذه المسألة نعم صار المؤذن مؤذن ويقولوا إيه هذا وحينما كان يقولوها أهل السنة في مساجدهم والله جابوا دين جديد نعم من يوم طلعونا نسمع للأذن وما كانتش فيه كده نعم أهل الله المستعان في الزمن الماضي وربما الآن في الحاضر لكن في الأرياف يعني يكون أيضا فعلا الأرض وحلة لكن في المدن السماء فعلا منهلة والأرض منبلة لكن يسهل الذهاب للمسجد لكن يجوز الجمع يجوز أما إذا كان في الأرياف في وحلة نعم وليس هناك مطر يعني مثلا أمس كان في مطر فجمع المسلمون واليوم الثاني لو يجب مطر لكن الأرض وحلة يجوز أن يجمع أن في وحلة نعم ويشق عليه من ذهب إلى المسجد وأنت حينما تذهب إلى المسجد عزك الله وعز الله المشاهدين والمشاهدات توصل بحذاءك له ثلاثة أحذية حذاءك وحذائين من الطين نعم صحيح هذه قضية في قضية أخرى رجل مثلا يكون كبير في السن أو بدين رجله تغرز في الطين فيريد أن يرفع قدمك يعجز أن يرفع قدمه يحتاج إلى قوة فسلمك الله إذا كانت السامة منهلة والأرض منبلة جاز الجامع ما في مطر يبلل الثياب لكن في وحلة من خلالها يشق الوصول إلى المسجد فيه جامع نعم أيضا طيب مسألة الوحلة أو إذا غير ذلك في المطر هل تسقط عني الجماعة لو في مشقة من الذهاب إلى المسجد وصلي الصلاة كل سلطان بوقتها الجواب نعم نعم تسقط الجماعة صلاة الجماعة فيها أربعة أقوال نعم القول الأول أنها سنة مؤكدة والقول الثاني أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط على الآخرين نعم والقول الثالث أنها فرض عين على الرجال والقول الرابع أنها شرط من شروط صحة الصلاة ولنا في هذه الأقوال الأربعة أنها فرض عين على الرجال لآية البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله من أم مكتوم الصحابي الجليل الأعمى حينما أتى يسترخص يعني يطلب منه الرخصة أن يصليه في الدار فأذن له فلما أراد أن يولي قال أتسمع النداء قال نعم فرسدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأجب نداء له الأذان نعم فكلمة فأجب فعل أمر تفيد الوجوب وليس هناك صارف يصرف أمن الوجوب إلى الند فصلاة الجماعة على الرجال فرض عين على الرجال لكن تسقط في مثل هذا الذي تفضلت بالسؤال عنه إذا كنت تسمى منهلة والأرض منبلة وإذا كانت وحلة يشق عليه أو كان هناك مرض يعجزه عن الذهاب إلى المسلم نعم أحسن الله إليكم أيضا فيما تفضلت فيه أن الناس عرفوا في الأيام الماضية مسألة الأذان ألا صلوا في رحالكم وانتشر الأمر نظرا لجائحة كورونا التي عمت البلاد والعباد صلى الله أن يدفع الغم عن الأمة نعم وأن يشافي كل مريض مسلم ومسلمة يا رب العالمين وأن يلبسنا وإياهم لباس التقوى العافية والرضا نعم وفي هذا الموطن سائلة تقول والدي يأم بنا في المنزل حيث نصلي معه الصلوات ولأننا جميع نساء في البيت فهو في الختام ينهي الصلاة قائلا السلام عليكم فناقشناه السلام عليكم فقال طالما أنكنا نساء وأنا أخاطبكم فالسلام عليكم هل هذا جائز؟ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أولا ينبغي على هذا الرجل الحبيب نعم أن لا يصلي إلا في المسكت لأن صلاة الجماعة كما بينا نعم فرض عين على الرجال هذا أولا نعم هي تتكلم عن الجائحة الماضية وثانيا إذا أراد أن يصلي جماعة بأهل داره فبعد العودة يصلي جماعة بأهل داره وثالثا إذا كان الكلام على الجائحة والمساجد مغلقة ففعله حسن أي فعل صلاته الجماعة بأهل بيته نعم وأما بالنسبة السلام عليكم فقد أتى بها من كيسه فقد أتى بها من كيسه لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة والله جل وعلا قال في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وفي صلح البخاري صلوا كما رأيتمون والصلاة عبادة أم ليست عبادة والعبادة توقيفية توقيفية ما معنى توقيفية أي لا يزاد عليها ولا ينقص منها إنما تؤدى كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمعن عقله وأدخل فيها ما ليس فيها فما تفضل به بدعة والواجب عليه أن يتوب إلى التواب من فعلته ولا يعود إليها ويعترف بخطائه نعم كان سؤاله هنا من شقين تسأل عن جواز من عدمه ومن ثم أيضا لو كان عدم الجواز كما تفضلت مساد الصلاة الماضية بقى له وصل بيهم فيها هل صلاة باطلة أم صحيح صلاة صحيحة لأنه جاهل نعم طيب أيضا سؤال يتعلق بصلاة الجواز ربما تقول أن أباها معه دكتوراه نعم لا بأس أن يكون المرء معه دكتوراه جاهل في هذا الأمر وفيه جاهل في هذا الأمر نعم ما فيه بأس في هذا نعم جزاكم الله خيرا لكن البأس أن لا يسأل نعم والبأس أن لا يسعى إلى التعلم نعم هو فيه مضة تشغيل العقل الآن ولكن لا أجتهد بأجتهد غير ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ثم إن المجتهد كما تعلم الناس على أربعة أنواع نعم الناس على كم نوع أربعة أنواع واحد مقلد والتقليد مذموم اثنين متبع والاتباع ممدوح يعني مه متبع التقليد يعني يفعل الشيء دون معرفة دليلة طب والاتباع يفعل الشيء مع معرفة دليلة المقلد هو الأغلب والثالث مكتهد مذهب مكتهد مذهب والرابع مكتهد مطلق مكتهد مطلق طيب الاجتهاد يعني مفتوح كده سدح مداحة ولا إله شروط له شروط طبعا له شروط خطر ليس سدح مداحة له شروط فلا ينبغي لكل من هب ودب أن يقول أنا اجتهدت في هذا فوصلت إلى لا 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 اتقل لها في نفسك واعلم أن مذهبك مذهب مفتيك فامتسل أمر مولاي ومولاك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا الله أعلم تزاكم الله خيرا أيضا فيما يتعلق بجائحة كورونا الآن وهي منتشرة وأصبحت تتفشى بشكل كبير بين الناس البعض الآن يتحرج من الذهاب إلى صلاة الجمعة تجنبا للزحام هل يجوز له أن يصلي في البيت نظرا أن هناك رخصة في هذا الأمر بعد الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد الدولة وفقها الله إلى ما يحب الله ويرضى قررت في المساجد أن يكون هناك تباعد هذا أولا وثانيا قررت أن يكون هناك كمامة وثالثا وصت ونصحت بكثرة غسيل الكفين بالصابون أو ما يعادله أي نعم ووسط إذا كان هناك أحد ابتلي بالكورونا أو عنده برد كثير العطاص وشديد الزكام فلا يحضر في المسجد في الجمعة ولا في الجماعة لأن الحديث الذي رأوه من ماجه والدرقطني بإسناد حسن من حسن بن سعيد الخدي رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر فلا تضر نفسك ولا تتسبب في ضر غيرك أي نعم الأصل في المسألة أن يحافظ على الجماعة وأن يأتي الجمعة بالأمور الآنفة الذكرى التي أوصت بها الدولة وأوصت بها الأطباء المتخصصون من أطباء الصدر والأنف والأذن والحنجرة أحراب أن أخفاك أن الكثير من المساجد الآن غير ملتزمة خاصة بعد تقادم الأمر يعني على الإمام وفقه الله أن يذكر بين الفينة والفينة فيقول للناس يا أيها المباركون يا من حرصتم على الأجر والمثوبة ضاعف الله لكم الأجر والمثوبة إن الكليات الخمسة الضروريات الخمسة الدين والنفس والمال والعرض والعقل وحديث أبي برزة لضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد حسن صحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسب وفيما انفقه وعن جسمه فيما أبلى عن جسمه فيما أبلى هل أفنيت جسدك في نشر العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والمعاملات الصحيحة والأخلاقيات النبوية وكنت آمرا بالمعروف من المعروف ناهيا عن المنكر وغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمعرض الحسنة أم أفنيت عمرك في الضمن والشطرنج والكرشينة والسيجا والبليستيشا وما كان على شاكلة ذلك من قدم وبسكت وسلة وطيرة وغيبة ودميمة وكذب وشهادة الجواب بل الإنسان على نفسه بصيرا الله وعلم لكن إن أراد أن يسترخص هل له ذلك أم لا؟ أن يسترخص؟ لا يسترخص لا يسترخص ما دام عافيا ليس عنده زكام ولا برد ولا كثرة عطاص ولا مرض يتسبب في حجبه نعم جزاكم الله خيرا هذا أيضا سيل يقول أنا لم أخرج زكاة منذ ما يقرب عشر سنوات وأجهل قدر المال في هذه السنوات ماذا أفعل له؟ بعد حمد الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد الله جل جلاله قال في فرضية الزكاة في القرآن الكريم خذ خذ فعل إيه؟ أمر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم دعا إبقى إخراج الزكاة طهارة وتزكية إخراج الزكاة إيه؟ طهارة وتزكية أيوة وعدم إخراج الزكاة إيه؟ نجاسة وتزكية أحسنت نجاسة وتزكية ربنا نخذ من أموالهم الصدقة لا يخفاك أنت والمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن الصدقة تنقسم إلى قسمين صدقة واجبة صدقة نافلة فالصدقة الواجبة وأقيم الصلاة وآت الزكاة وقد قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم في ثنتين وثمانين موضعا إن شاء الله في ثنتين وثمانين موضعا ولا يخفاك حديث ابن عمر رضي الله عنهم في الصحيحين بني الإسلام إيه؟ على خمس على خمس شهادة أن لا إله إلا الله قل معي يا ولدي أنت الذي طرانا أنت الآن وانت يا بنيتي قل معي بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثانية إيه؟ وإقام الصلاة والثالثة تيزكة والرابعة صبر والخامسة حج البيت بني استطاع إيه؟ إليه سبيل الشاهد أن الزكاة أحد هذه الأركان الخمسة نعم ومنكرها أي منكر فرضيتها كافر وعن ملة الإسلام خارج طيب والمقر بفرضيتها ومنعه شحه وبخله ولي الأمر يأخذ منه الزكاة أولا ثم يأخذ منه نصف ماله عزمة من عزمات ربنا يكونه تأديبا له تخيل أنه عنده مليار فيأخذ خلصموية ألف جنيه خلصموية مليون خلتنعك الناس البقية يتأدبون أو لم يتأدبون؟ يتأدبون طبعا يتأدبون وعلى الصراط يمشون وعن العجاجة يبتعدون نعم فالقضية نحن في حاجة إلى تطبيق الشرق كيف يقدر المال السابق عشر سنوات لكن ويجهل قدراها يحتاط يقدر ويحتاط يقدر تقريبيا نعم ويحتاط وبعدين أنا يحتاط بمعنى زيادة كما يقولون في الأمثلة العامية لماذا يجعل الفارح يرعب فيه بي لا أنا صح أنا غلق خلاص أنا توبتي بقى نعم بدام توبتي توبها نصوحة صديقة واني مديون لربنا عز وجل خلاص يطرهم كذلك ربعمائة ألف ولا ربعمائة وعشرين عام كذلك ربعمائة وعشرين مثلا فاحتاطوا لديني وبعدين اللهم أعطي منفقا خلف خلف وأعطي منفقا تلف من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيه فيضعفه له فيضعفه له ويكفي المصيبة التي ألمت بي عشر سنوات وأنا معطل ركن من أركان الزكاة وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين حينما منعوا الزكاة ووقف الفاروق عمر وقال يا أبابك أتقاتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه نعم والزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم دسمها مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرت في الآية الستين من صورة التوبة التي تسمى بصورة براءة وهي الصورة الوحيدة في المية واربع تاشر التي بُدئت بغير البسماني نعم أي نعم جزاكم الله أخيرا إن ذكر اسمه النبي صلى الله عليه وسلم وانا أصلي هل أصلي عليه وانا في الصلاة؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم تصلي عليه نعم في النافلة كصلاة الترويح أو صلاة الاستسقاء أو الكسوف أو الخسوف أو إذا صليت السنة أحيانا جماعة لأن الأصل في الصلاة السنة مصلي فرادة فإذا صليت أحيانا جماعة ممكن فمثلا هو أقول إيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أقول إيه عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ربنا بيحلف بالنبي صلى الله وسلم أو بيقول مثلا محمد رسول الله أو بيقول يا أيها النبي اتق الله إلى غير ذلك مما لا يخفى لكن في الفرض لا رغم أن مثلا سبي حسم ربك الأعلى أو سبحان ربي الأعلى ثبت عند أبي داود بإسناد صححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله إن في آية القيامة ليس ذلك بقادر على أيها النبي تقول بلى في الفرض والنفلة نعم وفي سورة الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك لا تقول أما في النافلة إذا مررت بآية رحمة سن الله الرحمة وإذا مررت بآية عذاب استجر بالله من العذاب وإذا مررت بآية تسبيح سبح لأن حديث حذيف رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس المية آية وإذا به صلى الله عليه وسلم أتمها كاملة 286 آية ثم ظننت أنه سيركع فاستهل النساء وبعد البقرة قرأ ألي عمران لكن وقرأ النساء فأتمها كاملة 176 آية ثم قرأ ألي عمران متين آية وما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح ولا بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب ولا بآية فهر رحمة الله سنة الله وكان ركوعه نحوا من قيام صلى الله عليه وسلم وكان رفعه من الركوع نحوا من ركوع وكان سجوده نحوا من قيام وكان جلوسه بين السجدتين نحن نحن من جلوس حتى ابن مسعود في حديث قال حتى هممت بأمر سوء قيل وما هو قال أن أدعاه عن صدف سبحان الله من طول القيام فتخيل أنه قرأ البقرة والنساء والعمران البقرة 286 آية النساء 176 آية ألي عمران 282 آية في ركعة واحدة صلى الله وسلم فيكون هذا في النافلة بعض الأباء وأكبر السنة يأخذها قياسا إن فعلها في الفرد تبطل صلاته باعتبار أنها ليست من الأمور لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته وإنما يعلم ويرشد نعم وهذه مهمة إخوانا أئمة المساجد أنه كل يوم يستطيع أن يعطي درس عشر دقائق في العشر دقائق يعطي مسألة عقدية نعم في اليوم الثاني يعطي مسألة فقهية في اليوم الثالث يفسر آية القرآنية في اليوم الرابع يشرح حديثا نبويا في اليوم الخامس يذكر موقفا من مواقف السيرة لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم السادس يذكر مشهدا من مشاهد الصحابة الكرام اليوم السابع يتكلم في فضاء الأعمال نعم عشر دقائق نفسه يقول له كمان يقول له كفا حتى يقوموا هم متعطشين وجعانين وعندهم شوق ورغبة ولأفة للعلم وبعدين هم حفظوا إن الشيخ لن يتجاوز الدقائق العشرة حتى لو أنت عندك شغل وعندك ارتباط محامي وراه مكتب دكتور وراه عيادة سيدلاني وراه سيدلية ضابط وراه مركز شرطة إلى غير ذلك من هذه الأشياء رجل أعمال دكان كذا هم عشر دقيق يا جماعة اجلسوا صبروا أنفسكم تبصروا تفقهوا تنوروا ضروري ايوة فا يستطيع لكن لو جلسوا وخبطهم ساعة إن شاء الله ربما لا يجد المؤذن ويتكلم مع قدران المسجد نعم نزاكم الله أخير الشخص الكريم ايضا هذه سئلة تقول هل يجوز أن آقذ من مالي زوجي البخيل والدخرة هذا لاصطرف منه عند الحاجة بعد حمد الله والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله وسلم ثم أما بعد هند رضي الله عنه من هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنه قالت إن زوجي رجل شحيح فالنبي صلى الله وسلم قال خذي من ماله بالمعروف نعم يعني شوف النفقة المطلوبة إيه؟ نفقة مطعم مشرب ملبس إلاك خذي كما هو حال الناس نعم بالمعروف وعلى قدر استطاعته أي دعم فتأخذ ولا تأخذ ما تدخل وإنما تأخذ ما يكفيها ويكفي بيتها بالمعروف نعم والله أحب جزاكم الله خير هذا أيضا سائل يقول هل يمكن لي كرجل أن أمر زوجتي بعدم الدراسة حتى كانت في المنزل وتدرس ذلك عبر الإنترنت ويقصد العلوم الشرعية أنها تشغلها عن احتجات البيت والأولاد بعد حمد الله والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله وسلم ثم أما بعد إن لربك عليك أي حق نعم وإن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن لزورك يعني ضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق حق فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد المين لزوجها لزوجها والله تعالى قال يا أيها الذين من وقو أنفسكم وأهلكم نعم وسدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما كررنا في هذا اللقاء وغيره حديث عبد الله بن عمر رضي الله ورحمة صحيح إن كلكم رائعين وكلهم إيه مسؤولة رائعين مسؤولة رائعين والعلم ينقسم إلى قسمين العلم ينقسم إلى إيه قسمين فرض عين وفرض كفاية فالمطلوب من كل واحد إن كان أستاذ في الجمعة وإلا بيكنس في الشارع بدون تنقيص نعم أن يتعلم فرض الأعيان وأما فرض الكفاية فلولا نفر بكل فرقة منهم طائفة ليتفقاهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه إليه بنعنى ويحذرون ولتكن منكم أمة على جماعة من الأمة فإذا أردت أن تطلوب العلم فأنت على خير ولكن لا تقصري في حق زوجك ولا في حق أولادك ولا في حق بيتك وإن وجدك زوجك على ذلك فلن يمنعك أما إذا وجدك مشغولة بطلب علم الكفاية عنه فسيمنعك وعليك طاعته نعم جزاكم الله وخير هذا سينا يقول هل يجوز بعد كثرة المشاكل بين الزوجين ونعدام الحل أن يتفق الزوج والزوجة على أن يعيشا في بيت واحد دون أن يكلم أحدهم الآخر أو يكون للزوج أي تحقوق برضاه وأن لا يتدخل بشؤون المرأة وذلك حفاظا على الأولاد وأن يكون الحل مؤقت ماذا يفعل والله يا أستاذ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نعم أنا لا أعرف إلا حياة زوجية تامة فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان دي اللي نعرف فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان أين أما زوجية مع وقف التنفيذ زوجية مع وقف التنفيذ يعني لا كلمها ولا تكلمني لنجلس مع بعض أفشي ما عندي وتفشي ما عندها هذا ما فيش لمعودة الله رحل حتى وإن كان حفاظا على الأولاد حتى لا يتم الفرقة هذا الذي أعلمه أنا الإمساك أو التسريح نعم ما ممكن رجلي عيش مع امرأة ولا يجامعها لماذا؟ عنده السكر سبعمي خاته زي وليس لديه قدرة للجماع نعم لكنه يعوض الجماع خاته بكلمة رقراقة رقيقة وبمداعبة لطيفة خاته أنت زي مثلا هم عاشين مع بعض هو أن الحياة الزوجية كلها ليست فراش وجماعة نعم وإنما أجلس مع زوجتي تسمع مني وأسمع منها وتعينني على البر والتقوى وأمنعها عن الإسم والعدوان نعم ونشارك بعضنا في حسن تربية أولادنا وإدارة بيتنا فهذا شيء حسن وجميل وطيب وما أقصر فيه لعدم قدرتي وعجزي أعتذر عنه بأسلوب مودد وبإكرام وإحسان نعم أحسن الله إليكم هذا السيد يقول أيضا كيف يمكن في الإسلام التوفيق بين أب وابنه عند حدوث سوء فهم بينهما هل ينبغي يمنح كل واحد منهما الفرصة للحديث حتى يمكن تحديد المشكلة وحلها أن الأب له الحق في الحديث ويتحمل الإبن اللو متقط بعد حمد الله والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله وسلم ثم أما بعد أنا أصدر جوابي بآية الحديث نعم الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما ولا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كريما نعم واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دي يليل آية نعم تأملها وتدبرها وتعرف على تفسيرها وقف معها نعم وترجمها طيب والحديث ثبث في الصحيح عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدة إش قال لا يجزي ولد والدة إلا إذا وجدهما مملوكا فاشتراه ثم وعتق يعني أنت لو أتيت بجوار هيلتون في القاهرة عن نيل ومتواخد قطعة ألف متر وبنيت عليها قصر على خونسمة متر وباقية الخمسمة متر دي بقى فواكل كمثرة ومانجة وتفاع وبرتقال وكلام منها القبيل والأرضية كلها خضرة ومراجيح كتا يا زاي وكراسل تقريباً القصر يبو ألف متر دي عند هيلتون هيتكلف حركة مليار يورو مليار يورو يعني سبعتاشر عشرين مليار جنيه مش كده أيوة لو فعلت ذلك لأبيك ما فعلت شيئاً وأنت وأنت مأجور على ما فعلك نعم لكن لا يغلب على ظنك أن أنت فعلت أديت لأبيك حقاً أنت أحسنت إلى أبيك لكن ما أديت لأبيك حقاً هناك حالة فريدة وحيدة تكون قد أديت لأبيك حقاً ما هي ذا الحالة؟ إذا كان بك عبد يباع ويشترى وأنت اشتريته بحر مالك وأعتقده ذا الحالة الفريدة أما أمك أما أمك فهيهات هيهات هيهات لأنه لا يخفاك أنت والمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن الصحابية الجليل سأل النبي صلى الله صلى الله من أحق الناس بحكم الصحابة يا رسول الله؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك قال ثم من؟ قال ثم أدناك فأدناك أي الأقرب إليك فأمك وأمي حمل ورضاعة حمل وولادة ورضاعة حمل وولادة ورضاعة كره على كره ومشقة فالأم لها ثلاثة أضعاف حقيقة نعم نسأل الله أن يرحم والدينا يا رب الله وأن يعين كل من كان والديه أحياء إلى برهما والإحسان إليهما وتحمل إيذائهما وكل من كان ولديه أموات أن يمنى الله عليه بزيارتهما في قبريهما والدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحمة التي لا توصل إلا بهما وسداد ديونهما وشاكل ذلك طيب سلمك الله السؤال السؤال نعم أنا أقول العين لا تعلو على الحاجم نعم من الحاجم؟ الأب الأب نعم ومن العين الإب الإب نعم فإذا أراد أن يكلم أباه إياه أن يظن أن أباه زميله في المدرسة أو زميله في الجامعة أو زميله في الشول أبوك هذا أنت وزير وأبوك موظف بسيط هو أبوك إن شاء الله تكون رئيس جمهوري هو أبوك تعد الكلمات التي تتفوه بها قبل أن تنطق مع أبيك بسيطة عمرية صعبة عمرية صعبة لأننا نريد أن نحاكي من على غير الكتاب وصحيح السنة فهم سلف الأمة أما إذا عشنا مع حياة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسمعنا أن هناك من السلف من كان لا يأكل مع أبي فلما سئل عن هذا قال أخشى أن تقعين أبي على لقمة يشتيها فتمتد يدي إليها فأكلها دون أن تبع أنه يراها سبحان الله فالأمر عظيم جدا ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأى رجلين رأى رجلين يسيران مع بعضهما فقال لأحدهما ماذا يكون لك هذا قال أبي قال لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تسميه باسمه وأنا أحشي على كلام سيدنا أبو هريرة فأقول لا تمشي أمامه لا بأس أن يمشي أمامه إن كان خطر إن كان هناك خطر أو في الليل ويريد أن يتعرف كما دخل أبو بكر رضي الله عنه الغار حتى يطمئن ما في أذى ثم يدخل المهم يعني أحببت أن نحشي هذه التحشية نعم والله أعلم جزاكم الله خيرا شكرا كريم من جواركم لا يمل وكله النفع لإستفادة برك الله فيك وأحسن الله إليك مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني لنتوجه بخلص الشكر والتقبير لسماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي على هذا اللقاء سألين المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال جزاكم الله خيرا شكرا كريم الله يتقبل منا منكم بقبل أحسن الله إليكم مشاهدين الكرام من هنا أن ألقاكم بإذن الله في حلقة الأحد القادم وحلقة جديدة من حلقات من الحياة لكم تحياتي وعمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته